موسيقى نشرة الثانية على قناة يمن شباب نبدأها بالعنوي الرئيس هادي يتواعد بملاحقة مهاجمي فرع البنك الاهلي بعدن وتقديمهم إلى العدالة موسيقى الجيش الوطني واصل تقدمه في موزع عربية عزوى مصرع قياديا حثي في الجوف موسيقى ووقفة احتجاجية بتعز تندد بالانفلات الأمني وجرائم الاغتيالات موسيقى موسيقى اهلا بكم اكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي ورئيس الحكومة احمد عبيد بن دغر ان المجرمين الذين هاجموا فرع البنك الاهلي بعدن لن يفلتوا من العقاب مشددين على ان النجا سيقدمون الى العدالة لينالوا جزائهم الرادع جاء ذلك في برقيتين عزالي اسرة الشهيد عبدالله صالح النقيب مدير فرع البنك الاهلي بعدن والذي توفي متأثرا باصاباته اثناء تصديه للعصابة المسلحة التي هاجمت فرع البنك العدني جددت الجامعة العربية دعوتها الى تسوية الازمة اليمنية وفقا لمخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية جاء ذلك في كلمة نلقاه الامين العام احمد ابو الغيط خلال اجتماع تشاوري مغلق للمندوبين الدائمين في الجامعة بحضور المبعوث الاممي اسمع الولد الشيخ في القاهرة واكد ابو الغيط ان الاجتماع العربية يسعى الى اجاد حل سياسي للازمة اليمنية وفقا للمرجعيات الوطنية والقرارات الدولية ولفت الى ان عودة الشرعية الى اليمن هي الخطوة الاولى لاعادة البناء والخروج من الازمات الانسانية المستفحلة في البلاد تمكنت قوات الجيش الوطني من قطع الطريق الرئيسي الرابط بين الحديدة وتعز شمال غرب معسكر خالد بعد عملية عسكرية اطلقتها صباح الاثنين غربية تعز هذا وكانت قوات الجيش قد تمكنت من احكام السيطرة على قرية الهامل فيما يواصل فريق نزع الالغام من تطهير مدرسة الثالث عشر من يونيو من الالغام التي زرعتها الميليشيات وشنت مقاتلات التحالف العربي بتزامن مع المعارك الدائرة اكثر من ثلاثين غارة استهدفت تعزيزات ومواقع للانقلابيين الغربية وشمال معسكر خالد وجنوب قرية الهامل في سياق اخر تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش الوطني والميليشيا في جبات حام شمالية الجوف وبحسب مصادر عسكرية فان المواجهات اندلعت بين الطرفين في موقع غرب صفر الحنية بسلسلة جبال حامل استراتيجية واضحت المصادر ان المواجهات تزامنت مع قصف مدفعي مكثف بالاضافة الى استخدام الاسلحة الثقيلة والخفيفة كما لقي عدد من الانقلابيين بينهم القيادة الحوثي مبارك نصيران والمكنب ابو صحراء لقوا مصرعهم في غارة لطيران التحالف بجبال حامل الى ذلك كثفت مقاتلات التحالف العربي من غارتها على مواقع واهداف تابعة لميليشيا الحوثي وصالح في عدة محافظات وشنت مقاتلات التحالف غارتين على مواقع الميليشيا في التبة الحمراء بنهم شرقية صنعاء في حين شنت خمس غارات على مديرية الخوخة بالحديدة وسلسلة غارات عنيفة على اهداف متفرقة غربية تعز وفي مأرب شن الطيران غارة على منطقة المحجزة بصرواح بينما شن أربع غارات على مناطق متفرقة بشداء في صعبة نبقى في تعز حيث تظاهر العشرات من النشطين بتعز للمطالبة بتنديدا بالانفلات الأمني وبجرائم الاغتيالات والقتل العمد وتقديمهم الى محاكمات عاجلة ودعى المتظاهرين السلطة المحلية واللجنة الأمنية تحمل مسؤوليتهم الوطنية والقانونية في تفعيل عمل الأجهزات الأمنية وضبط الاختلالات وتعقب المجرمين وحفظ الأمن والسكينة العامة في المدينة أكد اجتماع للجنة الأمنية في تعز ضرورة توحيد قرار السلطة المحلية وأهمية الالتفاف الشعب حولها وثمنت اللجنة في اجتماع لها برئاسة قائد المحور اللواء الركن خالد فاضل وبحضور قيادات وممثلية القوى والأحزاب السياسية بالمحافظة دور القوى السياسية في دعم السلطة المحلية والجيش والأمن وتثبيت ركاز الدولة في سبل تعزيز السلم الاجتماعي تواعدت اللجنة الأمنية بشبوى ملاحقة منفذية الهجمات الإرهابية التي استهدفت الوحدات العسكرية والأمنية في مديرية رضو وأكدت اللجنة في اجتماع لها برئاسة وكيل أول المحافظة محمد عديو أن الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت جنودا في نقطة تفتيش بمنطقة حراد صحراوية بالمحافظة تعتبر محاولة فاشلة لعرقلة جهود قيادة المحافظة في إعادة الأمن والاستقرار وشددت اللجنة على التصدي الحزم للأعمال الإرهابية وملاحقة مرتكبيها مشيرا إلى استعداد قوات الجيش للضرب بيد من حديد والوقوف بقوة في وجه الإرهاب وإفشال مخططاتهم الإجرامية قتل شخصان وأصيب آخر في الشباكة بين مسلحين قبليين في الطريق العام بمدرية حبان في شبوة شرقية لمن مصادر محلية أوضحت أن مسلحين من قبيلة بن دحة منعوا مرور آخرين من قبيلة المراقشة بسياراتهم القادمة من حضر موت وعليها كمية من الوقود بغرط بيعه قبل أن تندلع الشباكات أسفرت عن مقتل شخصين من المراقشة واحتراق سياراتهم فيما جرح مسلح من قبيلة بن دحة جراء كمية الوقود الكبيرة التي تحملها أعلن بمدينة تعز اليوم افتتاح محطة توليد الأكساجين وتعبط الاصطوانات الطبية بمستشفى التعاون وذلك بدعم وتمويل من مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية ومؤسسة راف وعفيفة الخيرية هذا وتعد هذه المحطة أول محطة توليد للأكساجين بتعز والتي ستساهم في توفيره بعد منع ميليشيا الحوثي وصالح من إدخال الصوانات الأكساجين للمستشفيات بتعز منذ قرابة عامين وفرض حصار شامل على المدينة وسكانها أطلت المشاريع السلالية والانفصالية الصغيرة في شمال الوطن وجنوبه في مساعا منها للإطاحة بمشروع اليمن الاتحادي متعدد الأقاليم الذي يقوده الرئيس الشرعي عبدالربو منصر هادي والذي يبدو طريق الوحيد لإنقاذ البلاد سأظل متمسكا بنظام الأقاليم وأقاتل من أجله ولو تخلى عن الجميع قالها وهو يواجه الخطوب بربطة جأش متحمل الأعباء رفض للمساومات من أجل تحقيق المشروع الذي آمن به ورأى فيه سلامة الجماليين وعلاجا لمشاكلهم المزمنة من أجل التوزيع العادل للسلطة والثروة وتفتيت أصنام الاستبداد والدكتاتوريات التي تؤمن بالحق الحصري لسلالتهم وعائلاتهم في امتلاك الجماليين وثرواتهم والتحكم بمعيشتهم أصر على المضي ومعه القوى الوطنية إلى المستقبل زاده حب الوطن والالتفاف الشعبي حول مشروعه ليسطر الأجيال قصة نظار وكفاح من أجل يمن آمن ومستقر موحد قصة اليمن الاتحادي وبانيه الرئيس هادي انتهى جرسات الحوار الوطني الذي سمر قرابة عشرة أشهر وأقرت مخرجاته وأعلن عن شكل اليمن الجديد يمنا فدراليا اتحاديا يتكور من ستة أقاليم بمباركة إقليمية ودولية مع إقلال المشروع الاتحادي رفضت قوى الظلام وصعدت من تحركاتها وخطابها واشتاحت العاصمة صنحة رفض الحوثيون المشروع الفدرالي واعتبروهم مهددا لوحدة اليمن وخطفوا أمين عام مؤتمر الحوار أحمد عوض بالمبارك وهو في طريقه لتقديم مسودة الدستور خلال اجتماع رئاسي واستمر تحريضهم على الرئيس وكل من يؤمن بفكرة اليمن الاتحادي المخلوع صالح هاجم باستمرار مشروع الدولة الاتحادية ومخرجات الحوار الوطني واعتبر الحديث عنها والمطالبة بتحقيقها خيانة للدماء ولكل المبادئ والقيم التي ناضل كل أبناء الوطن من أجلها من العاصمة بيروت خرج الرئيسان الجنوبيان السابقان علي ناصر محمد وعلي سلم البيض والقيادي الجنوبي حسن بعوم وأعلنوا رفضهم لما أسموها مخرجات حوار صنحة توحدت المشاريع الصغيرة المتناقضة شمالا وجنوبا لتنال من مشروع الوطن الكبير استمر التحشيد والشاحن ضد مخرجات الحوار الوطني ومشروع الجمل الاتحادي وتشويهه وبقي الرئيس ومعه كل القوى الوطنية متماسكا صلبا أمام المشاريع الصغيرة التي ترى خسارتها في قيام الدولة الاتحادية نهاية النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها الرئيس هادي يتوعد بملاحقة مهاجمي فرع البنك الاهلي بعضا وتقديمهم إلى العدالة الجيش الوطني واصل تقدمه في موزع عربية عزوى مصرع قيادي حثي في الجو وقفة احتجاجية بتعز ندد بالانفلات الأمني وجرائم الاغتيالات نهاية النشرة في الساعات القادمة نلقاكم في أمان الله ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب واضغط الجرس ليصلك الإشعار ترجمة نانسي قنقر